النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العلامي لأورام الطفل وده طبعا من خلال التوعية بأهمية الكشف المبكر عن أمراض سرطان الأطفال وإنه الأباء يكون عندهم معرفة بالأعراض البسيطة أو حتى العلامات اللي بتشير إلى إمكانية إصابة الطفل بهذا المرض خلينا نتكلم بشكل مفصل مع عضفنا دكتور محمود حماد استشاري أورام الأطفال وزارة النخاع بالمعهد القومي لأورام بجماعة القاهرة صباح الخير أحدكي دكتور صباح النهر إزاي؟ يعني العالم كله بيحتفل باليوم العالمي لأورام الطفل خلينا نعرف من حضرتك أهمية التوعية بأمراض الأورام بالنسبة للطفل وإزاي ممكن هل فيه طرق للحماية لو تكلمنا بشكل مفصل أكتر طب والحقيقة اليوم ده اليوم ده يوم مهم جدا أنه بيبين تضافر وجهود يعني أطراف كتير جدا في المعادلة سرطانات الأطفال من السرطانات اللي بالإضافة إلى أنها اسم كلمة سرطان شيء مخيف إنما هي بتصيب فئة عمرية يعني هي فلزات أجباد الأباء والأمهات فبالتالي اليوم ده بيمثل تضافر للجهود دعم نفسي وإن ناس كتير بتفكر في المرض ده بتدعم الأباء وفي نفس الوقت بتكون فرصة كامل طاقة لمختلف الأسدزة ومختلف الجهات لمناقشة أحدث الحاجات اللي تمت في سرطان الأطفال طيب إيه أكتر أنواع السرطانات المنتشرة اللي بتصيب الأطفال؟ أكتر أنواع المنتشرة اللي بتصيب الأطفال عندنا كذا نوع أول حاجة هو اللوكيميا واللوكيميا ليها أنواع مختلفة إنما أشهر نوع للسرطانات هي سرطانات الدم يليها بعد كده السرطانات الصلبة ومن أشارها هو سرطان الجهاز العصبي أو سرطانات المخ طيب دكتور نسبة شفاء الأطفال من الأورام وإيه العوامل اللي ممكن تكون بتؤثر أصلا في إصابة الأطفال بالأورام؟ هل هي بالفعل عوامل براسية جينية؟ عوامل بيئية؟ الخلفية الجينية للأطفال طبعا موجودة في بعض الأمراض في بعض السرطانات إنما إحنا ما نقدرش نربط إن كل السرطانات لها خلفية جينية التحور الجيني مسبت في بعض الأورام منها اللوكيميا الميلودية في منها خلفية جينية موجودة إنما إني أعممها إن كل السرطانات لها ربط بتحور جيني ما نقدرش نقول كده طيب إيه أسبابها تاني؟ أسباب السرطانات؟ عند الأطفال بالنسبة للأطفال ما وصلناش لحاجة بعين هنقدر نقول إن السبب ده مرتبط وجوده بإنه يحدث السرطان الفلاني ما نقدرش نربطه أو يمكن في الكبار في بعض الحاجات لها علاقة إنما في الأطفال وفي السن السغير نحن الأطفال عندنا بنحطهم في الكاتيجوري أو بنحطهم في المرحلة من الولادة إلى سن 18 سنة ما قدرش أقول إن في عوامل واضحة مرتبطة بالسرطانات إنما نقدر نقول إن في بعض الفئة من الأطفال بيكونوا أكثر عرضة للسرطانات من غيرهم زي اللي عندهم الطفل المنغولي هو أكثر عرضة للإصابة بالسرطانات الأطفال اللي عندهم نقص مناعة حاد وفشل نخاع دول بيكونوا أكثر عرضة للسرطانات وبالتالي يجب متابعتهم بصفة ملاصقة عشان نقدر نكتشف مبكر عند حدوث السرطان بالحديث عن الكشف المبكر عن حدوث السرطان هل فيه أعراض أو فيه علامات ممكن لو حد شافها على الطفل يبتدي إليه على الأقل حتى يبتدي يروح يسأل دكتور يستشير يعمل بعض التحليل أو الأشعر السؤال ده مهم جدا أقدر أقول لحضرتك فعلا إن إحنا يعني الكشف المبكر ده موضوع مهم جدا وحتى فيه يعني توجهات رئاسية للكشف المبكر على مستوى الأورام كتير ومبادرات كتير مطلقة للكبار للفئة العمرية الأكبر شوية من الأطفال بالنسبة للأطفال مهم جدا إن أنا يكون عندي وعي زي ما حضرتك بتقولي من الأسرة عشان تقدر يعني تلقط أو تكون مدركة عند حدوث أعراض متكررة وفي نفس الوقت محتاج يكون عندي مقدمي الرعاية الأولية لازم يكونوا إلى حد ما عندهم وعي بحيث يقدروا يوجهوا الأطفال عندهم اشتباه في كده من الأعراض الأعراض لو نتكلم عليها كأعراض عامة عندي الحرارة المستمرة الغير مبررة الغير مستجيبة للموادات الحيوية وفي الغالب الطفل اللي بيصاب بالقصة دي بيكون لف على أطباء كتير لحين توجيهه إلى حد متخصص أن يكون عندي صداع مستمر والصداع المستمر ده يكون بيكون في فترات صباحية يكون مصاحب ليه قيء يكون عندي نقص شديد في الوزن يكون عندي عرق غير مسبب بشكل واضح يكون عندي نزيف يكون عندي شحوب فنقدر نقول عليها أنها أعراض عامة والأعراض العامة دي مشكلتها أنها بتاخد وقت لحد ما نقدر فعلا نشخصها لكن حضرك ذكرت في البداية أنه ممكن العوامل الوراثية تكون مؤثرة عند بعض الأطفال طبعا موجودة هل ده ممكن يخلي الأباء والأمهات أن هم يكونوا حريصين على إجراء الفحوصات للأطفال مبكرا يعني يكون فيه فحص دوري مثلا لا قدر أقول له حضرتك عشان أجي أتكلم عن العوامل الوراثية الأهل نفسهم بيكونوا عارفين السلسلة أو الأسرية بتاعتهم يعني هو بيجي يقول لك والله وده طبيعي جدا في أي لقاء مع مريض لأول مرة أنت بتاخد منه التقرير الطبي عنه الكامل بتسأله هل فيه سرطانات أخرى في العيلة هل لي إخوات أخرين هل حدث إصابة بنوع معين فأنت بتسأله بتقدر تعرف فعلا أن فيه cancer predisposition أو فيه احتمالية أن الطفل ده أو إخواته لأن ساعتها بنحتاج في بعض الأورام نحن نقول حنتابع إخواته وديه فيه حاجات زي ما قلت لك مش في كله إنما فيه بعض الأورام زي أورام العين مثلا أورام العين عند الأطفال وارد فيها جدا الارتباط الجيني والارتباط الأسري بالذات لما تجي في سن صغير جدا أقل من سنتين بتجب المتابعة ومتابعة الإخوات كمان فمهم جدا أن الأسرة تنتبه لده وفي الغالب الأسرة بعض الطفل الأول ومع الاحتكاج بالأطباء بتكون على العلم وبيتوجهوها يقولوا لها أن فعلا ممكن أطفال آخرين من عيالها أو كده يكون عندهم المرض ده في المستقبل في نفس السياق يا دكتور حديرك أشارت اللقطة مهمة جدا خلينا نقول أن فيه شخصين مقبلين على الزواج أو الفعل تزوجوا فيه تاريخ مرضي في العيلة لأشخاص أصيبت بالسرطان هل فيه طريقة ممكن الأسرة تتابع فيها الجنين مثلا يعني الأب والأم أو الزوجين يقدروا يتابعوا الجنين في المراحل مراحل النمو يتأكدوا من سلامته فيه أي طريقة من أن نقدر بنعمل بيها ده بص حريك المتابعة الدورية يعني فيه عمومه مهمة جدا إنه مناع عشان يعني أنا ما عنديش ارتباط زي ما قلتلك في أورام غير بعض الأورام بالنسبة للأطفال سرطانات العظام سرطانات العيون الناس اللي عندهم متلازمات نقص المناع الحد في الغالب ده بيكون الأسر نفسها بيكون عارفة من الأول لكن حتى عند وجود ذلك بيكون في احتمالية إنما غير مؤكدة فإحنا بننصح لو ده موجود ومعروف إنه حنقول لهم والله يخلوا بالكو من التاريخ المرض اللي موجود إنما أنا ما قدرش زي ما قلت أربط كل سرطان بتحور جيني أو إنه يكون داخل فيه عوامل وراثية برضو مش مثبتة بالشكل الواضح في سرطانات الأطفال موجودة لكن غير مثبتة بالشكل الكبير عظيم دكتور أي أب وأي أم بمجرد ما يعرفوا إن ابنهم أصيب بالسرطان بتجي لهم صدمة وصدمة قوية جدا فيه اللي بيقدر يتعامل مع الموضوع أنا بتكلم من الناحية النفسية وفيه اللي بيبقى قاعد يعني لو حد شاف ابنه بيقحة بس ما بيقاش قادر يمسك نفسه مثلا وبيبقى تعبان وبيبقى مرهق نفسيا وكل حاجة بصراحة في الحالات اللي زي دي إزاي الأب والأم يتعاملوا مع الطفل هم طبعا بيكونوا يتأكيد زي ما حضرتك ذكرت هيخدوه يتوجهوا به للطبيب ويتفحص ويمشي مراحل العلاجية لكن بيبقوا مقبلين على مرحلة صعبة من العلاج من الألم النفسي من الألم الجسدي كمان من العلاج اللي بياخدوه للسرطان فازاي يتعاملوا مع الطفل مثلا لما يكتشفوا أنه عن سرطان بص حركة يعني اليوم ده زي ما كنت بقول لحضرتك وأهميته أنه هو يعني هو تضافر للجهود ودعم للأسر ودعم للمرضى وتذكرة أن المرض ده رغم أنه يعني طبعا مقارنة بالأورام والسرطانات بتاعة الفئة العمرية الأكبر يكاد يكون محتاج تسليط بعض الضوء عليه فإحنا بنقول للأهالي نفس الكلام ده في الأورام في العموم وبالذات أورام الأطفال إحنا نقدر نقول أن العلاج مش متوقف فقط على لا لا شخص واحد ولا طريقة علاج واحد يعني أنا لازم يكون عندي تضافر من طبيب متفهم ويكون عندي برضو أسرة بتدعم الطفل بتاعها لأن الأسرة بتعدي بمشوار غير طبيعي زي ما حضرتك قلت وبيكون مرهق جسديا ومرهق نفسيا ومش مطلوب كمان من الأسرة غير أنها ما تبينش لطفلها لأنه زي ما قلت حركة الفئة العمرية عندي من الولادة لسن 18 ما بالحضرتك وده من أصعب الفئة العمرية سن 16 17 والولادة في مدارس كمان بيكون مدرك وفي مدارس كمان وده بيؤثر عليهم وكده هيؤثر طبعا لو شفني وأنا منهار هيؤثر على مستوى الدراسي كل تأكيد وهو مع الوقت كمان التزامه وتغيير نمط حياته من أنه هيروح نادي من أنه هيخرج من لا ده أنا رايح أخد جرعة ده رايح أخد جلسة فبالتالي الدعم النفسي للمرضى دول صعب جدا وكنت بقول له حرارك أن إحنا عندنا في صرفرات الأطفال بيسموها ملتي ديسيبلنري أبروتش يعني يعني هو يعني علاج متعدد الجوانب بيدخل فيه علاج كيميائي علاج جراحي علاج إشعاعي زائد الدعم النفسي يعني الدعم النفسي هو أحد الأطراف في المعادلة المهم جدا جدا أنك تقدر تقنع الطفل بتلقي العلاج والالتزام بالجرعات طيب دكتور أخيرا حسب مرضامة الصحة العالمية في تقريبا ألف طفل في العالم بيصابوا بهذا المرض أعتقد ده رقم مش بسيط بأي شكل من الأشكال ويمكن مرض السرطان من الأمراض اللي بترعبنا مبجرد ذكر اسمها للأسف فهل مع ارتفاع هذا الرقم من الإصابة هل بيقبلوا كمان ارتفاع الأمل في إيجاد علاج لمرض السرطان في تقدم لإيجاد علاج لمرض السرطان ولا لسه مازال الأمر طور الدراسة والله حارك الأسئلة دي مهمة جدا المراحة فعلا نحن نحاول ندفع الأمل للأسر رقم واحد حاركه وشقين في السؤال اللي حاركك بتقوليه بأول حاجة مجهودات منظمة الصحة العالمية والنقطة التانية هو اللي بيجي له سرطان ده بيروح فين بيعمل ايه بحالته بتبقى عاملة ازاي لا سرطانات الأطفال والأطفال في العموم احنا حتى بنقولهم انتم أبطال ليه هم أبطال هو بيتحمل جامد جدا إنما نسب الشفاء في الأطفال عالية جدا يعني نسب الشفاء عندي في بعض أنواع اللوكيميا أو سرطانات الدم بتصل إلى فوق التسعين في المية بعض أورام الغدد اللينفوية بتصل إلى مئة في المئة فالحقيقة لا في نسب شفاء عالية جدا في السرطانات منظمة الصحة العالمية على ذكر الحارتك قلتي هي كانت عملت منصة أطلقت في 2018 كانت المنصة الهدف منها برضو توحيد الجهود وهي بيسموها جلوبال أو جلوبال إنشياتيف أو مبادرة عالمية وكانت بالتنصيق مع مستشفى أمريكية هي سان جود وانضمت لها مصر كمان وبمجهودات وزارة الصحة مؤخرا للمنظمة دي لتوحيد الجهود في علاج الوصف شكرا جزيلا دكتور محمود حماد استشاري أورام الأطفال وزراعة النخيع بالمعهد القومي للاورام بجامعة القاهرة ألف شكر لحضرت الله يخلى حالك شكرا جزيلا وصباح الخير عليكم